أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن مصر بذلت خلال المئة يوم الدامية التي مرت من العضوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع ونوه رشوان إلى إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية للقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك